طيب انه لو تفتكروا حلقة كنا عملنا حلقة مع كابتين تامير الصاوي على التينيس الارضي وقلنا على محمد صفوت كده يعني انا هروح من اخبار النادي الاهلي هنروح للاخبار المحلية محمد صفوت ده احسن لعب تينيس ارضي موجود دلوقتي واعلى رانكينج في مصر يعني اعلى لعب رانكينج على مستوى العالم في مصر ترتيبه كامل ترتيبه الـ 131 طيب فيه بطولة بطولة امريكا المفتوحة دي احد البطولات المهمة جدا اللي بتفرق مع اللعب رانك بتاعه مجموع جوائزها عالية جدا يعني انا تقارب تلاتين مليون دولار بطولة مهمة جدا مهمة جدا محمد صفوت ما كانش يتأهل لها كان ترتيبه الـ 131 البطولة هتاخد اول 128 لعب كان الحل الوحيد ان محمد صفوت انه يخش دي طبعا سورة محمد صفوت انه يخش انه يعتذر تلات لعبين عشان هو يخش يقدر يخش البطولة وحاصر سبحان الله لكل مجتهد النصيب اعتذر تلات لعبين ودخل ضمن الـ 128 هيلعب البطولة انا عايز اقول لكم رقمه الـ 131 ده احسن تصنيف وصله محمد صفوت طيب ايه اللي ساعده ان يوصل للتصنيف ده انه يتأهل للأولمبيات فلما تأهل للأولمبيات اللي جاية توكيو 20-21 فرق معاه جدا في الرنك فبنقل عليه قرب ايه ايه دخل بقى في الـ 128 اللي هلعبوا بطولة امريكا المفتوح طيب ايه اللعيبة دي اعتذرت اللعيبة دي اعتذرت عشان البطولة الحقيقة اخدوا قرارات خنقوا شوي على اللعيبة قالك كل لعيب ليه مرافق واحد اللعيبة دي او لعيبة التنس دلوقتي بقى تستثمرات كبيرة لعيبة التنس بيروحوا بفريق كامل اعداد بدني مدرب اعداد نفسي فريق كامل فلأ اللعيبة كتير جدا لك انا مش رحب الفريق بتاعي خلاص اعتذر الحاجة التانية المرافق اللي بقى يبقى واحد بس زائد طبعا اجراءات التباعد للاجتماع والحاجات دي اللعيبة اعتذر تيتات لا يبقى اعتذر محمد صفوت دخل الحقيقة كل التوفيلة محمد صفوت وعلى فكرة هنتابعوا في البطولة وهنجيب لكم اخباره لان احنا وراء ابطلنا في كل مكان والحقيقة كلين احنا الشرف ان احنا حطينا الدوق على محمد وكنا من الاولي البرامج الرياضية ان احنا نقول يا جماعة خلي بالكوا عندنا العيب هاي الاسم محمد صفوت في التنس وتمنى ان شاء الله لخش في الطوب هندرد بلايرز على العالم كله